النهاردة طلع الجيش مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك مباراة دفعية كبيرة أمام نادي الزمالك مباراة دفعية على طريقة الكابتر الطائر العشر رجل عنده أسلوب واضح وبيمشي عليه بالورقة أو الألم النهاردة عمل أسلوب اللي كان عايزه عارف يلعب على هجمات المرتدة بشكل كويس وفاز على الزمالك بعدها في دونرات شفت المباراة دي دي ساي بص يا طبعا الكابتر العشر ليه أسلوب معروف يعني ما بيغيروش هو هيعمل تكتل دفاعي من قبل ما تبدأ الماتش تعرف أنه هو من قبل ما يبدأ الماتش بيبقى من تكتل الدفاعي بالزبط هو ليه أسلوبه ودي طريقته وفيه مدربين على مستوى العالم بتحب الطريقة دي وناجح وطبعا قدر أنه هو يكسب المباراة ودي حاجة كويسة وبيلعب نادي الزمالك فطبيعي أنه هو هيبقى بيدافع لكن هو تعرف هو أسلوبه فالنهاردة قدر ياخد له عايزه من المباراة وفي الآخر اشتغل جيم دفاعي المباراة طبعا نادي الزمالك أنا مش هاخفى عليك يعني نادي الزمالك بقاله كذا ماتش مش في المستوى ما فيش شكل للفرقة واضح ما فيش أسلوب طريقة هجومية يعني أنا شايف النهاردة مثلا واحد زي طارق حامد طارق حامد ده لحيب رقم 6 تخيل طارق لما يبقى مش موجود فرقة الزمالك حتى ما بيبقاش لها شكل هجومي واضح لأن طارق هو اللي بينزل استلم وبيلاعب الفرقة وبيبدأ بيبصم على كل كورة فطارق حامد بيفرق مع الزمالك أه بيفرق بيفرق كتير بيفرق كتير جدا بجانب أن النهاردة يعني أنا شايف في التشكيل حاجات كتيرة متغيرة النهاردة مثلا عبدالله جمعة بادئ بي عبدالله بقى له كتير وبتلعبه والمسلوسي بيلعب ربنا يشفيه طبعا من الإصابة اللي جات له وتمنى نكون بسيطة لكن حزم إمام هجوميا أفضل منه تلاقي زيزو بيلعب طارف يمين بعد شوية بقى في قلب الملعب وشوية روح تاني هناك يعني تغييرات كتيرة في الفرقة لعبت النهاردة وناجمه هو مثلا أنا مشفتوهش من زمال درجة أن أنا كنت متخاني هو مش في الناس الزبالك يعني يعني أيمن حفني كمان أيمن حفني بعيد التغييرات كمان مبكرة يعني في دقائل 56 بتلعبه في نص الملعب وأيمن بقى له فترة ما بيلعبش صح وبدانيا مش جاهز صح ولياقت المباراة مش عنده ومدي له بدري صح فلا حاجات كتيرة قوي في الجيم مش ما كانتش على مستوى المباراة يعني إدارة المباراة طبعا ما كانتش جيدة خالص بيدي لعيبة ما بتلعبش بقى لها كتير في مباراة عارف أنها تبقى مخنوقة مباراة تبقى صعبة لا أنا شايف النهاردة يعني يعني اللوم الأكبر النهاردة قوي يعني أنا شايف إدارة المباراة هي خسارة نتزة مالك المباراة بجانب النتزة مالك مالهوش أسلوب شكل واضح يعني ممكن تغير لعيبة ممكن تغير 3-4 لعيبة 5 لعيبة بس ليك أسلوب لو بنشرق مش في الجيم مش هتحس ان انت عندك حد بيعرف يختارك لو زيزو مش موجود هيبقى في فجوة كبيرة جدا في نفس زمان طريق حمد مش موجود النهاردة انت مش قادر تسيطر على المباراة بالشكل الإيجابي يعني ممكن تكون فيه سيطرة لكن سيطرة كلها سلبية يعني وقف قدام التمنتاشر عامل زحمة قدام لكن مفيش شكل مفيش أسلوب للناس الزمالك